5! 4! 3! 2! 1! 0! في ريخ ميرا في ريخ ميرا في ريخ ميرا تيما قال له بلاقي هنا بلاقي عمدة ومداخل وربنا يرحم مستاذتنا الدكتورة تحفى حندوسة يعني كنا بنبذل مجود كبير قوي ايه ميزت المقبرة بتاعة سينفر عن المقابرة التانية معبرة سينفر هي المقبرة الوحيدة برا وات برا دير المدينة اللي خدت نظام دير المدينة يعني الاشراب بلاقي مناظر حياة يومية لكن هنا انا شغال دين بالكامل بمعنى ان المقبرة اول ما بدخل بلاقي ان السقف النحت بتاعه مش مزبوط فلاعب معايا بطريقة العنب شاكرا حتى المقبرة بتسمى مقبرة العنب هنلاقي كل المناظر عيلته ولاده والقربينه هي بتتقدم له يعني زي السورة اللي قدامه هو امراته والابناء قدامه او بنته قدامه حتى ساتف ميرت اف بنته حبيب او ابنه على شكل كهنة اليون لكن سينفر هتلاحظوا شوف هنا مثلا السورة الجميلة وبيدي عقد المينيت او الاناء قاسب بتديله بحنا بيطلع عقد المينيت يدهولها مناظر الاعمدة وعبناءه المناظر دي كلها مش موجودة في بقابر الاشراف التاني ألاقي الحج الابدوس هو امراته وبيتقال له ايه هت بدي او زير اينو ان انا بدي لك كل شيء مدخل المقبرة لما لاقي عليه انوبيس الشغل دير المدينة برا دير المدينة بلاقي دير المقبرة الوحيدة اللي عملت كده هي مقبرة العزيز علينا دي الزبون ده ابنه الكبير ابنه حبيبه القاتي بيعمل له القرابين بنته بتقدم له القرابين الحملت القرابين كلهم مماشيين بالتماثيل بتاعته بالقرابين والحلي اللي حيستعمله هو وذوقته خلفه بنته تاني في نفس الصورة يمكن اللي شفناها من شوية وهي بتقدم له ويقعدة تحت رجل بنته وبعدين صات F مريد F بنته حبيب قاعد هو في داخل الشجرة المقدسة وبيتلقى القرابين دايماً حلاقي سين نفر في صدره حاجة عاملة زي ندارة المعظمة لأ دول قلبين كان عبارة عن حليا أخدها هدية من الملك أمنحوته بالتاني وكان بيفخر بكده السسن بيشم اللوتس بنته حبيبته اللي قدامه بتقدم له القرابين سين نفر هنا وخلفه صات F مريد F شايفين هنا البنت اللي ورا دي دي بنته حبيبته كانت واحدة من بناته المقرابين التطهير وهو بيتم له عمال بدور معاكو على منظر واحد حياة يومية أنا ماشي الجدران زي ما اتفقت مع احدكم احنا بنمشي توتالة في شغلنا هنا حلاقي سين نفر ووراء محبوبته زوجته المحبوب هنا زوجته برضو هي بتحتضنه في منظر تاني الجدران الحياة تحمل دلوقتي إلى حد كبير بالمناظر بتاعتها لما تعملت مناظر أو لما تعملت بطبقة من الإذات أدي بنته اللي هي شماعية الإيمان المغنية بتاعت أمون وبعدين الراجل حاتي عائل نيوت الحاكم العمدة بتاع طيبة العمدة نيوت ونيوت اتفقنا قبل كده أنه هو الاسم اللي كان يطلق على طيبة دون غيرها القرط الحلق ظهر في ودنه بشكل ما بنشوفوش كتير في المقابر يعطبا من المناظر المغنية بنته اللي قاعدة بتمسك في قدمه زوجته ويطلع بظهرة اللوتس منها على شكل روزيتا اللي هي بتتفتع عشان تدي الحياة سين نفر نموذج لمعبرة بتختلف في كل تفاصيلها زي ما قلت لحضراتكم عن المقابر التاني يعني هنا لا شاب بتلمس منين تلمسه من عند الكوع زوجته محبوب فاكرين لما اتكلمنا في نصوص الاهرام وعلمنا واستاذنا الدكتور أحمد أيسا حدوتة الكوع الكوع في نصوص الاهرام هو رمز القضيب الرجل ورمز ليه الخصوبة حملت ولما يمسك هو اليد بتاع زوجته هو يمسك المهبل بتاعه فكأنها لقاء جنسي وليس لقاء محبة أشكركم وإلى لقاء في فيديوهات تانية إن شاء الله